الزمالك بدأ المسؤولين في الزمالك يعودوا مع جميز عشان يحدد معه متطلباته للموسم القادم لأنه هم بيحاولوا خلاص يخلصوا موضوع القيد ده زي ما قلنا مبارحهم فرضنا في مدونية بمية خمسة وخمسين ألف دولار يعني مش خمسة وخمسين زي ما أعلنوا هم مية خمسة وخمسين عندهم أربع قضايا لسه ما خلصتش الفلوس كان قالوا تسعة وثلاثين فأنا قلت مبارح لا هم مية خمسة وخمسين ألف دولار ومرة تانية الله يكون فعون نادي الزمالك الله يكون فعونهم في مدونية ليس لهذا المجلس يد فيها ولا طرف فيها على الإطلاق وبالتالي هتجتمع إدارة الزمالك مع جميز لتحديد احتياجاته للبدء في المفاوضات مع اللاعبين والأنديع لحسم عدد من التدعيمات في الموسم الجديد طبعا تأتي على رأس طلبات جميز المنتظرة تدعيم الدفاع والهجوم عايزين جناح أيصر كمان وعندين باك يمين وباك شمال دي الطلبات بتاعته آخر حاجة فيما يتعلق بطبعا موضوع الزمالك في كلام على سيف الجزيري وعلى حمذة المثلوسي عندهم بعض العروض من الأندية السعودية وفقا للخبر وفقا للخبر أصلا حين الوكلة يروجوا لهذا الأمر يقول لك عندنا وما عندنا وبتاعوا الكلام ده كله لكن الكلام الآن أنه حمذة المثلوسي والجزيري مطلوبين في أندية سعودية وفقا للكلام أيضا أنه مش هيفرطوا فيهم نادي الزمالك لأنه هو ما عندوش راس حربة يعني وعنده ناصر المنسي وعنده الجزيري والجزيري بصراحة أتقل يعني ولما حد في الاتنين دول بيغيب بيلعب بأوباما راس حربة وأوباما ما هوش راس حربة أساسا يعني لكن لأنه نضاي وسامسون أكينيولا هيمشوا خلاص الاتنين دول ماشيين أنا وجهة نظري أنه لا غنى عن الاتنين وكمان وجهة نظر الأخرى التي لقيمة لها على الإطلاق أن نجم الزمالك الأول هو حمد المثلوتي الجميع تحدث عن زيزو وزيزو لعب كبير مش عايز أفسار مش أنا اللي ها قيمه يعني لكن لما تسألني أنا أهم بلاعب في الزمالك أقول لك حمد المثلوتي لأن لولا حمد المثلوتي هو أفضل لعب في كونفتراليلة بيدوية يعني في النهاية لولا حمد المثلوتي الزمالك يتجرع الألم في خط دفاعه قولا وحدا قولا وحدا فلما لو أنا جيت وقالولي رتب لي أفضل ثلاث نجوم في الزمالك نمرة واحد وأنا مغمض أحط حمد المثلوتي نمرة اتنين أحط زيزو أحمد سيد زيزو نمرة ثلاثة باقي وشارك فيه أكتر من لاعب يعني هذا هو الأمر أحط حمد المثلوتي